تركيا تبحث في العراق عن كما تسميه عن الأمن القومي لها لذلك تقوم بعمليات عسكرية وإنما إيران اليوم في العراق موجودة على أكثر من جانب اقتصادي وأمني وعلى جميع الجوانب طبعا التزاحم ابتداء الطرفين يدعون أن وجودهم في العراق هو وجود دفاعي حماية على أمنه القومي ولكن في الحقيقة لا هناك هيمنة هناك تقاسم السوق العراقية هناك طموح في وجود نفوذ سياسي مؤثر في بغداد هذا كله يمثل امتدادات تفوق الادعاءات الدفاعية لا تركيا وإيران طبعا كل منهم له منطقة النفوذ التي يراهن عليها إيران لديها حضور ونفوذ قوي خلال مناطق الشيعية بلا شك لديها نفوذ على هذه المناطق ومنه تمد بنفوذها إلى بغداد والسلطة بنفس الوقت تركيا لديها نفوذ في شمال العراق وتعتبر أن هناك علاقات مع شمال العراق جيدة جدا تمنحها أيضا النفوذ بشكل أو آخر إلى داخل العراق فالنفوذ التركي الإيراني يتصارع في داخل العراق وكأن العراق في يوم من الأيام عرض إلى التقاسم وهذه طبعا الخطيرة جدا على المدى البعيد وإذا ما قلنا أن المعادلات الدولية تسير باتجاه تقوير النظام الديمقراطية ونظم الحريات ونظم الدول الحديثة لصالح الإمبراطوريات والأفكار الشمولية والجبرية والأديوروجيات القديمة طبعا نحن باتجاه معادلة قد لا تصف العراق خلال حقد أو حقدية من الزمان إذن هذه الهواجسة التي نقف منها أمام انتخابات التركية هل أن تركيا أردوغان أنا أعتقد على المدى الحالي لا يمثل خطر ولكن رؤيته وتفكيره والنظام الدولي القادم سوف لن يصب في نهاية المطاف لصالح العراق نتمنى أن تكون تركيا يحصل فيها تغيير يصب نحو الديمقراطية والحرية ويعامل الدول المحيطة به بنوع ومن الداخل أيضا يعامل تركيا بنظام مدني أكثر عودة إلى المدنية أكثر بدلا من النظام التقديدي وهذا التشدد